السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليه الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب أخذ هذه المجموعة من الاتصالات فضليا محمد وعلا 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 وحلا حياة الله أحياك الله محمد سؤال الأول كيف الجمع بين الإنسان يكون عند سماحة البيع و بيننا ما يغش عند سماحة البيع سماحة يسامح البيع و الشراء و بيننا يكون ما ينغش من الآخرين ما ينغش نعم نعم و ليس يغش نعم صحيح السؤال الثاني أنا أدرس بالله في الجامعة طبعاً كالعالي يكون فيه طلاب مجتهدين و طيبين و مخترمين و فيه طلاب غير ذلك فكيف الواحد يعدل بين الطلاب من ناحية الدرجات يعني إذا الطالب يحتاج مساعد أو كده في الدرجات يعني هل يجوز الواحد يساعد الطالب المؤدد لأنه يتاهل و ألا لازم تعدل بينهم و تساوي بينهم في الدرجات شاء الله محمد السؤال اللي بعده فيه نات كثيرة يكون غير متزوج يعني لكن مزاحاً يحلف بالطلاق ما حكم ذلك هو غير متزوج غير متزوج طيب السؤال الرابع أنا في عيد الفطر بعد صغات العيد كنت مع الله و قاعدوا نمشي المقابر مزور المقابر طيب نصدام دعاً صراح ممكن زحمة زحمة جداً فما حكم ذيارة المقابر في يوم العيد طيب السؤال الأخير ما حكم صحة قول الله سلام على طعام طيب يا محمد مرحباً 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 فضل يوم زينة سلام عليكم يا شيخ عليكم السلام أختي الله مبارك الله فيك شيخ و نفع بعلمك الأمة الإسلامية يا عبد أمين بارك الله فيكم شيخ عندي أربعة أسئلة تفضل إذا يسمحك سؤال الأول أنا وزوجي لدينا قطعة أرض أرادت ابنتي المتزوجة أن تشتريها منا تشتري يعني نصف القطعة ولكن الثمن النقدي لديها لا يصد مبلغ الأرض وأرادت أن تبيع الذهب فقلت لها لا تبيع الذهب أعطيني إياه بثمن اليوم الذي تسلميني به مبلغ الأرض فهل هذا يجوز يا شيخ؟ إن شاء الله يمزينا سؤال الثاني شيخ كنا ساكنين في دار سكنية هي ملك لنا حوالي عشر سنوات ولكن بعد التحرير تركنا هذه الدار يعني لمدة عشر سنوات نحن لم نسلم ضريبة ماء لأنه لم يكن يعني لم تكن تردنا هذه الورقة ولم نراجع في دائرة الماء عن هذه الضريبة الآن أردنا استئجار هذه البيت هذه الدار فأرادوا منا ورقة لتزيد المبالغ المترتبة علينا في السنوات الماضية ولكن قلنا لهم أنه لم تردنا أي ورقة من جانبكم من جانب الدائرة الحكومية ولكن بعد المعاملة اتضح لنا أنه يعني الديون المترتبة علينا حوالي بالدينار العراقي حوالي ثمانمائة وخمسين ألف دينار عراقي فأردنا أن نسلمها الآن ولكن هم يعني رفضوا لأن قالوا ليس لنا الآن بند تحت أي بند يعني نستلمها منكم وهذه يعني مرت عليها سنوات وإذا سلمناها فيعني تذهب إلى أشخاص يعني لا إلى الدائرة يعني أردت أن أعطيها كفدقة لابنتي الغارمة فهل هذا يجوز؟ طيب أختي مزينة أنت بس استوضح تقولين دار تسكنون كانت ملك لكم ثم تريدون تستأجرون كيف هذه؟ لأنه نحن الآن لم يعني تركناها هذه الدار يعني سيبتوها تركتوها خلاص يعني؟ اي 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 ما رجع ملكها لكم؟ هو أصلا هو هي الدار يعني عائدة لنا طيب نحن نحن الذين بنيناها طيب طيب كيف تستأجرون هي ملك لكم؟ نستأجر يعني استأجرناها إلى جهة حكومية أجرتوها اي اي ها تأجيرها لجهة حكومية نعم العفو اي يعني استغربت كيف تستأجرين ملك لك؟ طيب طيب العفو طيب واضح أجرناها إلى جهة حكومية نعم ماشي ماشي السؤال الثالث السؤال الثالث شيخ كان عندي خالة وتوفيت هي غير متزوجة وتركت دار هذه الدار عرضناها للبيع منذ سنة تقريبا الآن أصبح يعني حالة عليها الحول وبيعة هذه الدار الآن فأنا يعني علمت من حضرتك يا شيخ أنه يجب أن ندفع زكاة هذه الدار بعد مرور الحول على بيعها طيب من الورثة أختي الفاضة من الورثة؟ الورثة عندي ثلاث خالات ووالدتي توفيت بعد خالة هذه التي تركت الدار نعم فحصة والدتي انتقلت إلينا نحن خمسة إخوة نعم فأخي يعني تنازل عن حصته لمقابل مبلغ أنا قد أعطيته إياه دينا وأنا بالمقابل تنازلت عن حصتي لأختي الغارمة فهل يعني يقع عليه زكاة علما أنه المبلغ الذي أعطيته لأخي قبل سنة تقريبا أنا يعني أخرجت زكاته لكن أنت تقولين بأن هذه الدار بعدما ماتت خالتك عرضتها للبيع وما بيعت إلا بعد مر سنة كاملة نعم طيب سؤال الأخير سؤال الأخير يا شخص عندما يعني نقوم بتطهير حاجة أو ملابس من النجاسة بعض الأشخاص يعني يقرأون يقولون الشهادة وهم يعني يصبغون الماء عليها هل هذا صحيح؟ إن شاء الله أن يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إن شاء الله أبشر يا أختي الفاضة شكرا مرحب أختي مرحب طيب طيب الأمس بقي عندي الأخت أمم محمد من ألماني بقي لها سؤال وكذلك الأخ أحمد من الشارق أمم محمد في سؤالها الأخير تقول لما كنت صغيرة ما كنت أطيع والدي خاصة الوالدة وفيت الوالدة تقول بعدين الحمد لله التزم طاعة الوالد والوالد يعني راضي عني وإخواني يقولون لماذا تطيعينه وامرأته يعني فيها سببت لنا مشاكل مع الوالد وتقول أيضا مع خالاتي في مشاكل تسأل تقول بأن الوالد الحمد لله راضي عني تقول يعني ما العمل أختي أم محمد من ألمانيا بارك الله فيك أولا أختي الفاضلة احمد الله عز وجل الذي فتح على قلبك ويسر لك طاعة الوالدين خاصة الآن الوالد لأن والدتك كما ذكرت بأنها توفيت ووالدك يعني ولله الحمد راضي عنك ولا يجوز للإنسان أن يخلط الأمور فإذا كان عنده زوجة تشغب عليكم أو تنكد عليكم هذا لا يعني بأنكم تعقون الوالد وإنما تطيعونه وإخوانك يجب عليك أن يأخذ نفس الطريق الذي أنت عليه من بر الوالد وطاعته وإرضائه خاصة وأن أكيد الوالد كبير في السن وما تدرون متى يلقى الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام قال رضى الله في رضى الوالدين وما يتعلق بمشاكل مع خالاتك وغير ذلك تنبه أختي الفاضلة بأن الأرحام هم رأس مال للإنسان في هذه الحياة ويجب علي الإنسان أن يصبر على أرحامه وأن يتجاوز فالله عز وجل قال ومن عفى وأصلح فأجره على الله ويقول جل وعلا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره والجل وعلا والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس كيف بالأرحام فيحرص الإنسان أن يبقي على رأس المال وهم الأرحام ويحاول أن يتجاوز هذه الأشياء التي قد تعرض في حياتهم مما هو من وسوسة الشيطان أو من الأمور التي هي طينية سفلية أرضية كلها يعني تهارش ومعارك على دنيا يلقى الإنسان ربه عز وجل وبالمناسبة لا يجوز للإنسان أن يقلد الآخرين في الخطأ يعني إذا كان إخوانك أو خواتك يعقون الوالد بسبب زوجته مثلا أو يمارسون أشياء والله لكون ينفعل نفعل لا الإنسان دائما يرتقي بأخلاقه ويسمو بتدينه ويحرص على أن يلقى الله عز وجل وليس عنده شيء من المشاكل بارك الله فيك أحمد من الشارقة بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لزكاة المال أنا أقسمها تقريبا على مدار عشرة أشهر أو 11 شهر يقول يعني حتى تنتهي إلى نهاية العام يسأل يقول أحيانا أدفعها إلى صندوق الزكاة أحيانا إلى مكان خيري وشيء من هذا القبيل أحمد من الشارقة بارك الله فيك أولا لا بد أن نعلم قاعدة وهي أن المال إذا حال عليه الحول وهو قد بلغ النصاب وحال الحول على هذا النصاب وجب على الإنسان أن يبادر وأن يسارع إلى إخراج الزكاة لأن هذه الزكاة الآن ليست هذا المال الذي هو الزكاة هذا حق للفقراء والمساكين ينتظرون حقهم فالله جل وعلا قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية قال العلماء اللام هنا للتمليك و لا يجوز للإنسان أن يحبس الزكاة عنده من غير سبب و لذلك من الخطأ ما يفعله بعض الناس حينما يحبسون الزكاة فيمر عليها السنة و السنتين و هذا غلط هذا غلط هذا يعني يعني ارتكب الإنسان خطأ كبير إلا إذا كان ثم سبب إذا كان سبب ما عنده سيورة نقدية ما وجد فقراء ما وجد مساكين لكن الحمد لله الآن الوسائل الكثيرة التي توصلنا إلى الفقراء والمساكين خاصة الجمعيات الخيرية مثلا موجودة الآن تساعد الناس إلى إيصال زكواتهم إلى المحتاجين و لذلك أخي الفاضل عندنا حالتين الحالة الأولى تقديم الزكاة و الحالة الثانية إخراج الزكاة في وقتها فمن قدم الزكاة عن الحول جاز له أن يدفع الزكاة على شكل أقصاط أو رواتب شهرية حتى تكتمل الزكاة أو يصل إلى الحول مثال أنت يا أحمد زكاة مالك مثلا في رمضان زكاة مالك في رمضان أنت من شهر شوال الماضي شوال بدأت تدفع زكاتك تقدمها لأن جماهير أهل العلم يذهبون إلى جواز تقديم الزكاة و إن كان اختلفوا في المدة و الراجح إلى سنتين فيجوز لك أن تدفع الزكاة على شكل أقصاط و رواتب شهرية حتى تصل إلى الحول أما الحالة الثانية أما إذا كانت الزكاة قد حال عليها الحول و الآن وجب إخراج الزكاة ما يجوز لك يا أخي الفاضل أنك تدفعها أقصاط شهرية لمدة سنة كاملة و إنه الواجب عليك أن تخرجها مباشرة إلى الفقرة و المساكين واضح؟ عرفت الفرق يا أحمد بين هذه و هذه فتنبه لهذا بارك الله فيك يعني طبعا طبيعي جدا أن الإنسان يأخذ أسبوع أسبوعين شهر شهرين ممكن يبحث عن الفقرة يبحث عن المساكين مثلا أما يحبسها سنة كاملة بأي حق الإنسان يحبس مال غيره عنده هذا ما للفقرة و المساكين ليس للإنسان فيه منه هذا حق أوجبه الله عز وجل على أرباب الأموال للفقرة و المساكين يبقى الكلام و التنبيه لك يا أحمد تقول أنا أضعها في صناديق خيرية و في كذا تعلم يا أحمد بأن الزكاة لها مصارف تولى الله عز وجل بيانه في قوله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و في الرقاب و الغارمين و في سبيل الله و ابن السبيل فريضة من الله فريضة من الله و لذلك أخي الفاضل هذه مصارف الزكاة فقراء و مساكين و غارمين إلى آخرة و بالنسبة للزكوات هذه هذه ما توضع في المشروعات الخيرية في بناء مساجد أو حفر آبار أو طباعة مصاحف أو بناء دور سكنة للأيتام و الأرامل ما توضع يا أخي الفاضل أو تدفع لمستشفيات مثلا هذا لا يجوز و هذا قول جماهير أهل العلم جماهير السلف و الخلف جماهير أهل العلم على أن في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الجهاد الشرعي خلف الإمام خلف ولي الأمر و له راية بعض العلم ذهب قالوا العلم قالوا لأن هذا من الجهاد و بعض العلم أضافوا الحج قالوا لأن النبي عليه الصلاة و السلام نص على أن الحج في سبيل الله لكن جماهير العلم على أنه ما تدفع هذه في المشروعات الخيري فانتبه يا أخوي أحمد أنك تضعها في صندوق معين لصدقات أو التبرعات مثلا أو الأوقاف و يذهب عليك الأجر و الثواب الزكاة لها مصارف تولى الله عز وجل قسمتها ما يجوز للإنسان أن يخرج عنها أو يجتهد من عندي نفسه بارك الله فيك و هذا طبعا كلام لما أقوله كلام جماهير أهل العلم هناك مذهب من المذاهب و قول من الأقوال إنها تدفع في هذه الأمور كبناء المساجد ولا شك بأن هذا مصادم للنصوص الشرعية و للقواعد المرعية في هذا الباب باب الزكاة هذا محله الأوقاف والصدقات والتبرعات مثلا أما الزكاة فلا إنما توضع فيه يعني ما أمر الله جل وعلا به محمد بن العين بارك الله فيه يقول كيف نجمع بين السماحة في البيع و بين كون الإنسان يعني ما يستغل و يغشون المشترين محمد بارك الله فيك لا شك بأن السماحة في البيع خلق عظيم جدا و الإسلام دين السماحة و النبي عليه الصلاة و السلام دع المسلم أن يكون سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا تقاضى صح ذلك الخبر عن النبي عليه الصلاة و السلام و السماحة هي أن لا يستقص الإنسان و بمعنى أن يكون لين و أن يرضى بالقليل و يعني أن يراعي أحوال المتعاملين معه فقد يكون هناك الفقير المحتاج فيخفض له في السعر و شيء يعني بمعنى يراعي الفروقات التي بين الناس من الناحية الاقتصادية مثلا أما الخديعة و الغش هذا لا يجوز للمسلم أن يكون ساذجا و يخدع مثلا و لذلك النبي عليه الصلاة و السلام أتاه صحابي جليل اسمه حبان بن منقذ و قال يا رسول الله إني أخدع في البيع لأن حبان جاءته ضربة في رأسه فثقل لسانه و كان يبيع و يشتري في السوق فقال يا رسول الله إني أخدع في البيع فقال له النبي عليه الصلاة و السلام قل إذا بعت لا خلابة يعني لا خديعة و لا غش و لذلك أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الخيار بل هو الخيار للجميع أنه خيار الغبن خيار الغبن إذا شعر بأنه خسر يرجع بالبضاعة أو يرجع بالفارق الذي يستحقه بينه إذا استهلكت البضاعة يرجع بالفارق إليه يعني إذا باع مثلا السعر الطبيعي عشرين باع بخمستاش يرجع بالفارق خمسة أو ترد إليه البضاعة كما أخذها المشتري و لذلك أخي الفاضل يعني شريعة الإسلام شريعة وسط و اعتدال يعني كما أنها تدعو إلى السماحة و تدعو إلى العفو و تدعو إلى الصفح و تدعو إلى عدم الاستقصاء ترفض قضية أن المسلم يكون ساذج مغفل مثلا درويش مثل ما يقولون يعني يعني ممكن أنه يمرر عليه و يعني ممكن أنه يبتز و هو يقول أنا هذا خير لأهذا ترفضه الشريعة قصة حبان بن منقذ هذا حقيقة يعني هي رسالة للأمة على أن ترفض قضية الخديعة في باب التعاملات و غيرها مثل ما ذكرت أني أحد يغشني و أنا أدري بأن هذا غشني هذا كله مرفوض ترفضه الشريعة أما الاعتدال و التوسط مثل ما ذكرت أنا قبل قليل يعني شخص أنت تبيع بضاعه بعشرين يعني رأس مالك خمسة عشر و الربح خمسة مثلا و جاءك شخص تعرف بأنه مقتدر أو عليه علامات الاقتدار تبيع بعشرين جاءك شخص مثلا بسيط و واضح عليه فقير ممكن تنزله و يكفي أنك تربح درهم واحد كذلك قضية السماحة في مثلا الصبر على المشتري إذا لم يكن يملك المال و إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة و أيضا لو جاء وقت السداد كذلك وقت السداد كذلك تقول مثلا أمهلك فترة أخرى كذلك الشخص الذي قد يكون وقع في ضائق مالية ممكن تتبرع له سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى نبي عليه الصلاة و السلام ذكر رجلا لم يعمل خيرا قط يعني مسلم موحد لكن ما عمل خيرا قط فجئ به يوم القيامة فيقال له ماذا عملت يقول به هذا الرجل هذا الرجل يأتي يوم القيامة و يقال بأن هذا يقول لفتيانه يعني لعماله اللي يشتغلون معه في المتجر إذا جاءكم شخص ما عنده قدرة على الشراء تجاوزوا عنه تجاوزوا عنه يعني عطوه ولا تأخذون منه شيء يقول الله جل وعلا نحن أحق أن نتجاوز عنه فتجاوز الله عنه فأدخله الجنة بارك الله فيك محمد من العين يقول أنا أدرس طلاب في الجامعة عندي الطلاب طبعا أنواع منهم المجتهد المحترم و منهم غير المجتهد و الذي فعلا يعني يكون مشاغب أو يعني عنده شيء من اللعب و كذا يقول كيف أنا أتعامل مع هؤلاء من حيث الدرجات و من حيث المساعدة محمد بارك الله فيك و وفقك الله لكل خير و سددك و أنجح سعيك بالنسبة لك يجب عليك أن تتعامل مع هؤلاء الطلاب بالعدل و بالقصطاس المستقيم و لا يجوز لك أن يعني تميل مع المجتهد و إن كان هذه فطرة إنسانية تجعل الإنسان يميل مع هذا الطالب المحترم المجتهد المواضب على الحضور المؤدب مثلا و ينفر من ذاك لكن يجب على الإنسان أن لا يضيع بين عاطفة حب هذا الطالب و عاصفة بغض هذا الطالب لكون صاحب مشاكل و صاحب مشاغبات و شيء من القبل خاصة في مسائل الدرجات و لذلك تعطي كل ذي حق حق و الله تعالى سائلك يوم القيامة لذلك من الخطأ أن يقوم مثلا معلم أو أستاذ مثلا و يخصم درجات من طالب قد يكون مشاغب أو مشاكس أثناء الدراسة بسبب هذا الأمر في الامتحانات النهائية و إنما يعطي كل ذي حق حقه هذا هو العدل بارك الله فيك و لذلك الإنسان الذي يخاف الله عز وجل يتميز بمثل هذه الميزة و يعطي كل ذي حق حقه قضية يعني مشاغبة الطالب مشاكسة الطالب هذه في إجراءات أعتقد نظامية و قانونية موجودة عندك في الجامعة و ممكن يوجه لإنذار ممكن أنه يحرم من مادة مثلا من قبل الإدارة مثلا يعني يحرم من مساق معين يوجه لإنذار يعني ممكن هذه أما قضية أنت كأستاذ يجب عليك أن تعطي لما تصحح الامتحانات تعطي كل طالب الذي أخذه و استحقه بعيد عن المشاعر هذه التي سببها حالة للطلاف الفصل و كذلك الطالب المجد قد يكون مقصر ما تروح تزيده على أساس والله ليكون هو محترم و مؤدب و كذا و تحرم هذا الطالب المشاق عندك صلاحيات الفصل عندك صلاحيات الحرمان عندك صلاحيات الإنذارات عندك صلاحية يعني منع الطالب من أن يستمر معك في المساق هذا حق مشروع لك أنا أتكلم من عندي أنت ترجعي للقانون و النظام الذي عندك تحاول أن نتطبق أثناء الفصل بارك الله فيك محمد من العيم بارك الله فيه يقول فيه كثير من الناس غير متزوجين لكن يحلب بالطلاق ما حكم ذلك محمد بارك الله فيك هذه مسألة ذكرها العلماء فيما يتعلق بالأعزب إذا حلف بالطلاق علق الطلاق على فعل هل إذا وقع هل إذا حنث يقع الطلاق فيه لو إذا تزوج مستقبلا فيها خلاف يعني من العلم من يقول يقع لكن الراجح من قول أهل العلم أنه لا يقع لماذا لأن عقد الزوجية غير قائم و غير موجود ولذلك هذا لغو هذا لغو لكن لا يجوز للإنسان أن يعود لسانه على الطلاق إذا كان هذا الشخص قول ما يتزوج وهو يحلب بالطلاق يعني ما حاله لما يتزوج ما حاله لما يتزوج يعني الآن هو أعزب و يحلب بالطلاق هذا كيف لو تزوج هذه مشكلة و لذلك عليها أن يستغفر الله و أن يتوب إلى الله و أن يطهر لسانه من هذه المفردات المفردات الطلاق التي التقطها يمكن من بيئته و مجتمعه أو من زملائه مثلا و يبتعد عن هذا لا يتخذ آيات الله هزوة و هذا الطلاق عقد النكاح الله عز وجل قال و أخذنا منكم ميثاق غليظة فهو جالس يدرب نفسه يعني يبقى يستعد لزوجته حتى أنه يقع عليها الطلاق في الروحة و الجاية و في الطلعة و الدخلة مثلا هل يعني هو الآن جالس يسخن مثلا ها قل له يا محمد يتق الله و يخاف الله و يبتعد عن هذا و يتوب إلى الله يتوب إلى الله و يبتعد الطلاق ما شرع إلا لحل عقد الزوجية متى إذا وصلت الأزمة بين الزوجين إلى طريق مسدود ما يمكن أنهما يجتمعا طلقة واحدة طلاق السن بارك الله فيك محمد من العين بارك الله فيه يسأل يقول يعني أنا في عيد الفطر ذهبت مع الأهل لنزور المقابر وجدت أغلب الناس يعني زحام شديد يزورون المقابر يقول ما حكم ذلك أخي محمد بارك الله فيك بالنسبة اليوم العيد يوم عظيم من أيام الله عز وجل و الناس يظهرون فيه الفرح و السرور بنعمة الله عز وجل خاصة و أن عيد الفطر يأتي بعد ركم من أركان الإسلام و عيد الأضحى يأتي بعد ركم من أركان الإسلام و لذلك من السنة أن يظهر الناس الفرح و السرور و أن يوسعوا على أنفسهم و على أهليهم بالمطاعم و المشارب و اللباس و كذلك يعني يسمحوا لأنفسهم و لأولادهم و لذراريهم و لأهليهم أن يمارسوا شيء من اللهو البريء لقول النبي عليه الصلاة و السلام هذا عيدنا و قال يعني في ديننا فسحة يقول عليه الصلاة و السلام هذا هو المشروع أما قضية أن تزار المقابر في العيد أنا ما أحفظ نص في هذا أنا لا أحفظ آية قرآنية و لا حديث نبوي و لا أثر صحابي أنا اللي أعرف و اللي أحفظ أن الناس يزور الأحياء يزور بعضهم بعضا في يوم العيد و يهني بعضهم بعضا بنعمة الله عز وجل و يدعو بعضهم لبعض تقبل الله منا و منكم و لا أعرف نص على فضيلة زيارة المقابر في يوم العيد أنا ما أحفظ نص يعني هل هؤلاء الناس مثلا عندهم حديث مثلا على أن زيارة المقابر في يوم العيد فيها أجر عظيم و فيها شيء كبير أم يعتقدون بأن العيدية أيضا يعيد الأحياء على الأحياء و يعيد الأحياء على الأموات الأموات في دار الحق الأموات في دار البرزخ و لذلك لا يسمعون الأحياء و لا يشعرون بهم و إنما يصلهم ثواب الدعاء و ثواب الصدقة كما جاءت بذلك الأحاديث و لذلك الله عز وجل يقول و ما أنت بمسمع من في القبور و قل جل وعلا إنك لا تسمع الموت فهذا الذي أحفظه يا أخي الفاضل من نصوص القرآن و السنة و لذلك قد يكون عند بعض الناس اعتقاد مثلا أن الأموات يشاركون الأحياء في العيد و هذا حقيقة يعني مردود نقلا و عقلا أما النقل ما عندنا دليل و لا نص و أما العقل فكما ذكرت هذه الدار اسمها دار البرزخ و هي حاجز بين الدنيا و الآخرة و هي حياة أهل القبور لا يشعرون بمن يزورهم و لا يسمعون كلام من يزورهم و لا يعلمون شيء عن الدنيا و إنما يصلهم ثواب الدعاء و ثواب الصدق محمد بن العين يسأل عن عبارة لا سلامة على طعام محمد بارك الله فيك هذا ليس حديث يعني وارد عن النبي عليه الصلاة و السلام و ليس هو أثر و إنما هذا كلام للناس يقولون لا سلامة على طعام و هذا يحتمل وجه صحيح و يحتمل وجه غير صحيح أما الوجه الصحيح فلا سلامة يعني لا مصافحة على الطعام نعم هذا صحيح لأن المشغول لا يشغل فالذي يأكل مشغول بالأكل و الشرب مثلا كيف الآن تقيمه من المائدة حتى تصافحه مثلا هذا إذا كان لا سلام لا مصافحة على الطعام معناه صحيح معناه صحيح تقتضيه قواعد الشريعة في باب الآداب و الأخلاق و التعاملات أما إذا كان المقصود لا سلامة بالقول و باللفظ على طعام فهذا مردود غير صحيح و لذلك الذي يدخل و الناس على المائدة يسلم عليهم و يردون عليه السلام يقول السلام عليكم و يردون عليه السلام بل بعض العلماء ذكروا بأن من السنة الحديث على الطعام إن بعض الناس الآن يزيد عبارة لا سلامة ولا كلام على الطعام و هذا غلط النبي عليه الصلاة و السلام لما كان يأكل كان يتحدث عليه الصلاة و السلام و كان يوجه و يأمر من معروف ينع المنكر و كان يرشد و كان يسمح للصحابة أن يتكلموا و هم على مائدة الطعام عليه الصلاة و السلام و لذلك الإنسان لو دخل المسجد يسلم على من في المسجد سواء يقرأ القرآن و لا يصلي كيف الذي يأكل الطعام ما يسلم عليه لا يسلم عليه بالقول بارك الله فيك أم زينة من العراق تقول أنا و زوجي نملك قطعة أرض أردنا بيع نصفها لابنتي المتزوجة قالت ما عندي سيولة نقدية قلت لها يعني أعطيني ذهبك أرادت أن تبيع الذهب فقلت لها لا أعطيني الذهب و احسبيه لي بسعر بثمنة في يوم البيع هل هذا جائز أختي أم زينة بارك الله فيك و بارك الله في زوجك و أهلك و فيما أعطاكم الجواب نعم يجوز يعني ليس شرطا أن يكون المال نقود هذا الذهب مال و الفضة مال و السيارة مال و البيت مال و الثياب أموال هذه كل أموال المال هو ما يتمول فلذلك هذا هو من المال أخت الفاضل فإذا أنت تقولين والله بدل ما تذهب تبيع ذهبها و تأخذ النقود مثلا و تأتي تدفع لك أنت و زوجك قلتي لها يا بنتي عطيني الذهب و احسبيه لي بسعر البيع أحسنتي هذا هو التصرف الصحيح أم زينة من العراق تقول كنا نسكن دار هي ملك لنا تركناها فترة من الزمن تقول ما يعني دفعنا الضرائب ضريبة الماء و تقول الآن رجعنا و أردنا أن نؤجر هذه الدار إلى جهة حكومية تقول يعني تبين بأن ما سدد هناك ورقة تسديد المبالغ تصل إلى ثمانمائة و خمسين ألف دينار عراقي تقول رفضت الجهة أن تستقبل هذه المبالغ قالوا لأن هذه أشياء قديمة و ليس موجود عندنا في النظام يعني أن نأخذ مثل هذه الأموال و قال لنا المسؤول بأن نخشى أن تقع في أيدي و ناسي أخذونها لأنفسهم تقول أم زينة فكرت أني أتصدق فيها ما حكم ذلك و صدقة تكون لابنة الغارمة هل يجوز الجواب نعم يجوز ما دام أن الجهة رفضت تأخذ الضريبة منكم و المال الأصل أنها سقطت عنكم سقطت عنكم أنت والله من طيب خاطر و من طيب نفس حابة أن تساعدين بنتك الغارمة اللي عليها ديونه و غير قادرة على السداد تؤجرين يا أخت الفاضل بارك الله فيك أم زينة تقول عندي خالة وفيت و هي غير متزوجة و تركت دار عرضناها للبيع و مر عليها سنة كاملة فبيعت بعد ذلك و بعدما حال عليها الحول تقول يعني هذه الخالة والدتي توفيت بعدها و أخذنا نصيب الوالدة تقسمناه أو تقاسمناه أنا و أخواني و أخواتي تسأل عن عفوا الزكاة هذه الدار تقول هل تجيب الزكاة أخت الفاضل أبارك الله فيك بالنسبة لهذه الدار ترك هذه الدار ترك و لذلك ينظر فإذا كان هذه الدار حبست و منع بيعها و عطلت فأنه لا زكاة فيها لعدم استقرار الملك بالنسبة للورثة أما إذا قلت لا الحمد لله الورثة ملكوها ثم بعد ذلك عرضوها للبيع و بقيت سنة كاملة و ما بيعت فإن الزكاة واجبة فيها لأنه من عروض التجارة و هذا قول جماهير أهل العلم و الزكاة تكون حسب الأنصبة يعني بمعنى أن ينظر نصيب كل شخص في ثمن البيت يعني أنتم ستة أو سبعة مثلا البنات حصة الوالدة و حصة خالاتك مثلا و إذا كان هناك عاصب من العصبة أيضا ينظر فتخصم الزكاة على حسب الأسهم على حسب الأسهم التي على حسب نصيب كل واحد لأنك أنت الآن لو قلت الزكاة على الجميع في ظلم في ظلم لبعض الورثة الذين نصيبهم أقل كيف أساويه مع غيره و لذلك تحسبونا بمثل هذه الحسبة فضلك أبو محمد السلام عليكم يا شيخ عليكم السلامة عندنا طال عمرك مريض طريح الفراش نعم لا يستطيع لا الكلام ولكن لو كلبت بالصوط عالي يفتح عينيه يعني تقول له فلان كأنه يأشر بالعين أعرف الشخص هل هذا تجب عليه زكاة الفطر مثلا أنه وصله أم لا تجب عليه أحساسه كله الحمد لله أبو محمد التشخيص مواد دماغي تقريبا تقريبا أبو محمد سؤال الثاني يعني إحنا الصغار كنا مثلا في مواقع البحر يسمونها المسكر يسمونها إيش المسكر تحجز الأسماك بعد ما تصير جزر في البحر مثلا إحنا صغار أصحاب المواقع هذه يصيدون الموجود فيها إحنا كصغار نصيد أحيان في وجودهم أو عدم وجودهم هل تعتبر صريقة إن شاء الله هناك سؤالتات يا أيها النبي اتق الله ما هذه الآية نزلت في الرسول عليه الصلاة والسلام إن شاء الله تسلم شي جاك الله خير مرحب مرحب الله حظه محمد تضلي أحمد السلام عليكم السلام عليكم السلام الله وبركاته سيخنا بس عندي سؤال أربع سؤال السؤال الأول من فترة سألتك إن أقدر أضحي أنا عني وعن أهلين تقلت لي أقدر بس الحين لو أنا الحين ضحيت وحطيت سامي أخواني معاي هم نفسه ما يحلقوا ما يقصوا باطرهم إن شاء الله هل سؤال الأول السؤال الثاني أنا كنت نفسه في الصلاة الجمعة شفت الشيخ الإمام شابك أصابعة وقت الخطبة وقت الخطبة كان يشبك أصابعة ووقت الدعاء كان يرفع إيده وهذا كان صحيح أو غلط هل سؤال الثاني السؤال الثالث من كذا حلقة أنت كنت تتكلم عن صلاة الجلوس وإذا كانت تم صار تقعد فيه أنا أذكر ثالث وشويت أنا من خمسة عشر سنة تقليهم اللي حتى السنوات أنا كنت ذاك اليوم لابس شورت فكان طالعين أنا صلاة المغاب دخلت ما فيه وزار ما فيه أي شيء أن أروح أغطي نفسي وصلي فرحت أنا صليت أنا جالس بس أغطي ركب وصليت أنا جالس في صلاة المغاب أنا ذكر صلاة أنا صلاة المغاب فهل أعيد أم لا صليت جالس أيوة صليت جالس بس خوف أن العورة تطلع أي خوف أن العورة تطلع والسالة الرابعة أنا كنت بعد كان فيه فترة من فترات كنت أنس وفيني ألم ظهر مش طبيعية فأنا كنت ما أعرف أنه لازم تكبر أنك واقف بداية بعدين تقعد فأنت قلت لازم تكبر ذكاست فر تكبر أنت واقف بعدين تقعد هالسالة الرابعة شيخنا أنت طيب كيف كنت تتكبر يا أحمد أنا جالس يعني تكبر وانت جالس أيوة كان فيه ألم ظهر هالألم الظهر يكون بس عندي من أنش من النوم تقريبا ما ساعتين بعدين خاص صرح بس أنا أتذكر الصلوات كانت هاي صلوات الظهر وكثير الصلوات تقريبا والله يمكن حوالي أقل من عشر وإنساء الله كانت لا إذا عيدها فأنا بعيدها إنساء الله لا بس أنت الآن تستمر في الصلاة ذكر أيام يعني تصلي جالس لأن عندك آلام في الظهر أيوة كان فيه آلام الظهر وكذا وانا تذكر من سفح حلقتك أيوة طيب يا أحمد مرحبا مرحبا فضلي زيد زيد فضلي زيد من رأس الخيمة راح زيد يلا فضلي فتيحة فتيحة نعم فضلي فضلي السلام عليكم عليكم السلام أكتب الله دكتور نخذ لك مكان وحرم وصادف أن وجد كرم الله حشرات كالصغاصير وقتلها في غرفة الفندق فما حكم ذلك ما حكم من كان محرم وأن وصادفون يقتل سرسورا وحشرة ذبابة وفي غرفة الفندق فضفته طيب السؤال الثاني من نوع من ذهب ذهب إلى الحج وفي نفس الوقت أوصى أهله بأن يضحي عنه هو وعن عائلته وعما التمتع تصادفه عشر أوائل من ذي الحجة ومعلوم أنه تحلل من عمر هو أن يأخذ من شعر رأسه تكيف ذلك علم أن المضحي وكذلك من تهيأ لدخول في نسك الحج وتهيأ له بأخذ أفراره وتنظيف عبطيه وما إلى ذلك ما حكم ذلك إن شاء الله بارك الله فيكم أحلى وسهلا تفاضي لأبو محمد السلام عليكم عليكم السلام أحلى مرحبا شيخ عندي سؤال بنسب أضحي قرفان عندي وعندها القرون ما أتي بلف القرون ذرب في الجلد في اللحم نجرح نجرح خفنا على هذا وقسنا شوية من القرون أحين بنسب الأضحية هل جائز ولا في شيء وأنتم عينتوها قلتوا هذي أضاحي ولا قبل لا أعينها قبل قبل هذي لكن أنتم قلتوا هذي أضاحي لكم أنتم ولا للبيع لا لنه قلتوا واحد للبيع وواحد للنه صاحب القرن الذي دخل القرن في اللحم هذا أضحية عينتوها هذي نعم طيب طيب سؤال ثاني شيء بنسب يعني حين أنت دخلت في المسجد في السف الأول الجمع أو سواء غير الجمع حين في السف الأول تقاد وراء الإمام يعني عند المحراب أو تقاد آخر السف يعني بيها نفس لنفس الأجر ولا فيها شيء إن شاء الله سؤال ثاني شيخ بنسب اليوم الجمعة حين أنا قاعد في المسجد وقبل الآذان يعني وأذن الظهر حين هل حين أقوم أسلي يعني سليت سنة قبلية يعني قبل هذا حين بعد العذان حين فيها سنة أقوم سنة يعني ولا قصدك العذان الأول ها هي العذان الأول نعم أبشر أبو محمد الله يحييك طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع عندي الأخت أم زينة من العراق بارك الله فيها تقول يعني في بعض الناس لما يقومون بتطهير الملابس النجسة مثلا يأتون بالشهادة وهم يصبون الماء عليها يعني هل هذا عليه دليل أختي أم زينة بارك الله فيك بالنسبة لتطهير النجاسة لا يحتاج إلى ذكر الشهادة ولا الشهادتين ولا شك بأن التزام هذا نوع من أنواع البدع والمحدثات ولذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر من أراد أن يغسل النجاسة أن يأتي بالشهادة أن يأتي بالشهادة والنجاسات هذه من التروق عند أهل العلم يقولون هذه من التروق حتى ما تحتاج إلى نية لو زالت النجاسة من دون فعل فاعل من دون فعل إنسان طهرت يعني الآن أفترض أم زينة لو عندك ثوب فيه نجاس ورحت حطيته في الحوش ونزل مطر وغسل الثوب طهر الثوب ما يحتاج أنك تشهدين عليه أو تنوين مثلا لأن هذه من التروق هذه من التروق لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بال الأعراب في المسجد القصة المشهورة أمر بذنوب من ماء فأهريق على بول الأعراب ما قال تشهدوا وفي حديث أسماء لما سألته عن دم الحيضة قال تحته ثم تقرصه وتنضحه بالماء ما قال وتتشهد عليه لاحظتي وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعله أو نعليه فلينظر هل فيهما قذر وأمر بأن إذا كان فيهما قذر يحكهما ما قال وإلي تشهد ولذلك هذه بدعة حقيقة يعني منتشرة عند بعض الناس أنه والله إذا جاء يغسل النجاسة يأتي بالشهادتين النجاسات هذه من التروق وقلت لك بأنه لا تحتاج إلى نية لا تحتاج إلى نية خلاف الأوامر وأيضا لو النجاسة طهرت بنفسها مثلا أو بفعل الريح أو الشمس أو مطر نزل طهرت ما يحتاج إلى الشهادة بارك الله فيك أبو محمد من قطر يقول شخص مريض طريح الفراش لا يستطيع الكلام وإذا كلمناه بصوت عالي يفتح عيني قليلا يقول يعني هل تجب عليه زكاة الفطر هل يعني تجب عليه بقية الأحكام أبو محمد بارك الله فيك بالنسبة لهذا الشخص إذا كان فعلا لديه يعني جلطة دماغية أو موت سريري مثلا هذا غير غير مكلف لأن مناطل التكليف هو العقل والعقل غير موجود لذلك ما دام أنه في غيبوبة هذا غير مكلف بارك الله فيك ما تجب عليه الصلوات ولا الصيام ولا زكاة الفطر لكن إذا كان عنده مال يجب عليكم أن تخرجوا زكاة ماله إذا حال عليه الحول أبو محمد يقول لما كنا صغار نروح جهة البحر وهناك أماكن يجمعون فيها الناس يعني السمك ويأتون يأخذونها يقول نحن صغار نأخذ السمك أو السمكتين يقول هل علينا شيء أبو محمد بارك الله فيك لا شك بأنه بأنه لا يجوز الاعتداء على ملك الغير وبالنسبة لهذه الشباك أو هذه الأماكن التي وضعوها ويدخل فيها السمك وهذا ملك لهم هذا ملك لهم ولذلك هذا اعتداء لكن كونكم صغار في السن غير بالغين أرجو الله تعالى أن يغفر لكم وأنتم غير مكلفين خاصة إذا كان الشيء يسير مما يتسامح به الناس يعني الناس لو دريوا النبو محمد هو عمره عشر ولا 11 ولا 12 أخذ سمك قال والله يبارك له الله يهنيه بالعافية ما في داعي أما إذا لا كانوا يقولون لا هذا سرقة وهذا اعتداء وأفسد علينا وخرب علينا لا ممكن أنك تتصدق الآن بثمن هذه السماكنية عنهم لأن المتلفات هذه لا يشترط فيها البلوغ يعني الشخص إذا أثلف شيء ما يشترط أن يكون بالغا وإنما يضمن من ماله أو من مال وليه هذا إذا كنت فعلا صغير أنت لم تبلغ تضمن هذا الشيء بارك الله فيك إذا جرى العرف على أنها إتلاف واعتداء وسرقة وشيء من هذا القبيل أبو محمد من قطر يسأل عن قول الله تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إلى آخر يقول هل هذا الخطاب للنبي يا أبو محمد بارك الله فيك الجواب نعم يا أيها النبي هذا نداء للنبي عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك إلى آخر وهذه نداءات من الله للنبي عليه الصلاة والسلام ولذلك الله عز وجل نادى نبيه عليه الصلاة والسلام وحذره من طاعة المنافقين والكافرين وهذه ظاهرة المعنى يعني ما فيه أي إشكال لأن النبي عليه الصلاة والسلام يأتمر بأمر الله فالله تعالى أرسله وأنزل عليه القرآن وأمره ونهاه أمره ونهاه أمره بيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وأنذر عشراتك الأقربين ونصوص كثيرة ونهاه عن بعض الأعمال مثل هذه يا أيها النبي لا تضع يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيم واتبع إلى آخر الآيات وفي الآيات الأخرى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك الآيات هذه ظاهرة بارك الله فيك أحمد من الفجيرة بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لمن يضحي عن إخوان أو أهل هل الجميع يلتزمون عدم الأخذ من الشعر أحمد بارك الله فيك الجواب لا وإنما صاحب الأضحية فقط فقد جاء عند مسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا من أراد أن يضحي ودخل عليه أو إذا أراد أحدكم أن يضحي ودخل عليه العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أضفاره وجاء في لفظ ولا من بشرته شيء ولذلك صاحب الأضحية سواء ذبعها بنفسه أو وكل غيره أما زوجته أما والدي أما أخوانه أما عياله مثلا أما اللي ضحى مثلا هؤلاء لا يلتزمون بأخذ شيء من الشعر والأضفار أحمد يقول رأيت خطيب الجمعة يشبك بين أصابع يديه أثناء الخطبة وأيضا يرفع يديه في الدعاء ما حكم ذلك أحمد بارك الله فيك أحيانا خطيب الجمعة الذي يرتقي أعواد المنبر ويرتفع على صهوته ويخطب أحيانا يغفل عن بعض الأمور وربما ارتكب أمرا مكروها وهو لا يشعر ولا يقصد ذلك ولا يقصد ذلك ولذلك بسبب يعني ارتجاله أو تسابق الكلمات على لسانه مثلا يغفل عن بعض الحركات ولذلك العلماء من السنة طبعا من السنة أن يحمل الخطيب العصى العصى فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حمل العصى على المنبر أو القوس كما في السنن حمله على المنبر والفقه ينصون على أن حرف المنبر اللي هو الخشب هذا إذا وضع الخطيب يديه عليه يكفيه يقوم مقام حمل العصى قالوا حتى لا يعبث الخطيب يعني بشيء أو يصدر منه حركات ربما تكون مكروها أو شيء من هذا القبيل مثل أن يعبث بلحيته قالوا أو يعبث بعمامته أو شيء من هذا القبيل ولذلك يضع يديه على حرف المنبر اللي هو الخشب اللي أمامه أو يحمل عصى هكذا نصه ولذلك أنا أجزم بأن هذا الخطيب شبك يديه لا شعوريا ولذلك نعتذر له يا أحمد نقول لا شعوريا لكن هذا ما يمنع أنك تهمس في أذنه بعد الخطبة تسلم عليه وتقوله فضيلة الشيخ أنت قدوة وكذا أنا شفتك كذا انتبه يعني لا يتكرر منك لأن الناس ما يعرفون هذا خلاص قدوة ويعتقدون أن تشبيك الأصابع مشروع والعلم ينصون على كراهية تشبيك الأصابع كراهية تنزيهية يعني أثناء الصلاة أو حينما يدخل الإنسان وهو ذاهب إلى المسجد يعني من حركته وذهابه إلى المسجد فهو في صلاة منتظر الصلاة ما يشبك أصابعه بعد الصلاة ثبت كما في الصايحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ذو اليدين الطويل هذا الحديث شبك أصابعه متكئا على خشبة في جدار المسجد كالمغضب يقول الراوي كالمغضب قالوا العلماء بعد الصلاة نعم لا حرج لكن إذا كان تشبيك الأصابعين الدافع والمهيج هو الكبر والفخر والتعالي على الناس هذا والعياذ بالله هذا محرم هذا كبر صورته هكذا يعني هو علامته أنه شبك لمتكبر هذا في النفس أما الأمور العادية هذه مكروه كراها تنزيهية قضية رفع اليدين نعم ترفع الأيدي في خطبة الجمعة إذا استسقى الإمام يعني إذا قال الله مسقنا يرفع يديه حتى يعني حتى يظهر بياض إبطيه كما في حديث أنس في الصايحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما استسقى رفع يديه حتى بدى بياضه إبطيه أما في بقية الأدعية العادية فما أحفظ نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه ولا عن الخلفاء الراشدين الأربعة ما كانوا يرفعون أيديهم على المنابر بل ثبت عن الصحابة أنهم كانوا ينكرون ذلك ولذلك لما رفع أحد خلفاء بني أمية يديه على المنبر أنكر عليه الصحابة قال قبح هاتين يديه قبح الله هاتين ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه على المنبر لكن في الاستسقاء أو الاستصحاء طلب الصحو نعم ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه أحمد من الفجيرة يقول أنا يعني قبل تقريبا عشر سنوات أو خمسة عشر سنة كنت لابس شورت وأردت الصلاة ما وجدت وزار يقول جلست وصليت جالسا ما حكم صلاتي أحمد بارك الله فيك من شروط الصحة الصلاة ستر العورة وبالنسبة للرجل عورته ما بين السرة والركبة فإذا كانت الركبة هي الظاهرة فالراجح من قول أهل العلم أن الركبة ليست عورة كما أن السرة ليست عورة وإنما ما بين السرة والركبة ما بين السرة والركبة هي العورة ولذلك إذا كان فقط ركبتك هي الظاهرة كان الواجب عليك أن تصلي قائما ولا حاجة إلى الجلوس أما وقد فعلت وهذا يحتاج منك أسئلة كثيرة لماذا فعلت هذا تقول لأني أنا لابس شورت وما وجدت وزار مثلا ولا سروال ولا ثوب طيب الثاني لماذا هل ضاق عليك الوقت تقول والله نعم ضاق عليه الوقت بحيث لم يبقى إلا مقدار من الوقت مقدار ركعة أدرك فيه الوقت أو كان الوقت معك مثلا ولذلك الاحتياط يا أحمد أنك تعيد هذه الصلاة لأن من شروط صحة الصلاة من أركان الصلاة القيام في الفرض مع القدرة القيام في الفرض مع القدرة وذلك لقول الله تعالى وقوم لله قانتين ولقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث عمران صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا وأنت هنا الاستطاعة موجودة فأنت مستطيع استطاعة حقيقية وأما نفي الاستطاعة الحقيقية أو الحكمية غير واردة في مسألتك التي ذكرتها بارك الله فيك أحمد من الفجير يقول أنا قبل فترة صليت صلاة الظهر عدد من الصلوات صلاة الظهر بالذات يقول جالسا لأن يأتيني ألم في الظهر وأستمر إلى ساعتين لا أستطيع القيام ما حكم صلاتي يا أحمد بارك الله فيك إذا كان الحال كما ذكرت وأن يأتيك ألم في الظهر ما تستطيع القيام وتخشى فوات الوقت مثلا نعم لك أن تصلي جالسا لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمران ابن حسين الذي ذكرت وقبل قليل صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جم ما عليك شيء مدام هذا أن تعاني مرض عندك الفقرات عندك ديسك مثلا عندك مشاكل في الظهر كذا وما تستطيع لو قمت سقط يجوز لك أن تصلي قاعدا فتيحة من الجزائر تقول يعني كنت شخص كان محرما وفي الفندق يعني قتل الصرصورة أو حشرة ماذا عليه فتيحة بارك الله فيك لا شيء عليه بالنسبة لقتل الصرصورة والحشرة الحشرات المؤذية هذه لا حرج لي المحرم في دفعها وقتلها فتيحة من الجزائر تسأل عن شخص يعني أراد الذهاب إلى الحج وأوصى أهله بأن يضحوا عنه وتقول طيب هذا حجه متمتع سيأخذ من شعره بعد العمرة وقبل الإحرام أيضا سيأخذ من شعره وأضفاره ما حكم ذلك أختي فتيحة بارك الله فيك بالنسبة للحاج حجه حجه التمتع له أن يأخذ من شعره وأضفاره فليجب عليه ولا يحل من العمرة إلا بعد أخذه من شعره يعني حلقا أو تقصيرا والتقصير أفضل بالنسبة للمتمتع حتى يبقي شعر لحلقه بعد الحج ولذلك لا شيء عليه بارك الله فيك والسؤال هل المتمتع عليه أضحية من أهل العلم من يقول يكفيه الهدي لأنه سيريق دم لله عز وجل شكرا له سبحانه وتعالى ولو اكتفى بدم الهدي كفاه وإذا وصى الحمد لله وحتى ولو أخت الفاضلة تعمد الشخص أخذ شيء من شعره أو أضفاره أضحية على ما هي عليه كيف هو حاج ما عليه شيء ولله الحمد والمن أبو محمد من أبوظبي بارك الله فيه يقول عندي مجموعة خرفان أضاحي يقول خروف منها قرنه طويل فدخل في لحم الخروف هل يجوز لنا أن نقص شيء من قرن الخروف حتى نبقي عليه ولا يستمر الجرح أبو محمد بارك الله فيك الجواب نعم يجوز لك أن تأخذ من قرن هذا الخروف بالقدر الذي يمنع الضرر بالقدر الذي يمنع الضرر وذلك للقاعدة الفقهية أن المأذون فيه غير مضمون لذلك أنت مأذون لك بأن تحمي هذه الأضحية من أن تتعيب فأخذ شيء من القرن هذا لا يضر الأضحية أبو محمد يقول إذا دخلت المسجد يوم الجمعة وأكون في الصف الأول ما هو أفضل مكان هل أكون خلف الإمام ولا أذهب إلى آخر الصف أبو محمد بارك الله فيك المكان الذي ينبغي لك إذا جئت مبكرا إلى المسجد أن تكون خلف الإمام أو على أقل تقدير قريب من المحراب قريب من المنبر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وصلى و لما قال و صلى قال و دنى من الإمام و صلى ما شاء فهذا أفضل لا تحرم نفسك الأجر والثواب اللي يكون خلف الإمام ما دمت أنك جئت مبكرا أبو محمد يقول يوم الجمعة إذا أذن الأذان الأول هل أقوم فأصلي ركعتين مثلا سنة قبلية أبو محمد بارك الله فيك ليس لصلاة الجمعة سنة قبلية و إنما سنة مطلقة فأنت إذا دخلت المسجد تصلي ما شئت ما يسر الله لك و يقدر لك و إذا أذن المؤذن و انتهى الأذان الأول تقوم تصلي سنة ما بين الأذانين قول النبي صلى الله عليه و آله وسلم ما بين كل أذانين صلاة بارك الله فيك و رضي الله عنك و تقبل الله مننا و منكم جميعا انتهى وقت البرنامج مع انتهاء الأسئلة و لله الحمد و لمننا ألتقيكم غدا على خير بحول الله السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر